اشتركوا في القناة في القوات المسلحة لجمهورية كوريا الجنوبية وبحسب الوكالة فقد تم الانتهاء من تطوير البندقية التي تعمل بيترباس من عيال 7.62 مم والتي تبلغ دقتها واحد دقيقة من زاوية مو اي حتى مدى واحد كيلو متر اي حوالي ثلاث سنتيمتر عند مئة متر وذلك في 2012 مع تسليم النماذج الاولى للقوات الخاصة في العام التالي وتم بعد ذلك توزيع كي فورتين وهي اول بندقية قنص تم تصميمها وانتاجها محليا في كوريا الجنوبية على وحدات كتيبة المشات التابعة لجيش ر او كي اي في اواخر عام 2017 ووفقا لهنوى سيستمز يتميز جهاز الاصد والمراقبة بتلسكوب مدمج وكاميرا تصوير حراري وجهاز تحديد المدى بالليزر وبوصرة الالكترونية ونظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس وبحسب مصادر يمكن للمستخدم تحديد اي شخص من مسافة تصل الى 2.5 كيلو متر باستخدام التلسكوب النهاري للجهاز وبالنسبة للعمليات الليلية تتيح كاميرا التصوير الحراري لجهاز للمستخدم تمييز الشخص من مسافة تصل الى 1.5 كيلو متر كما يمكن استخدام الجهاز في ظروف ضبابية بحسب الوكالة تعتبر S&T Motif K14 بندقية قنص تعمل بالترباس وتلقم برصاص وينتشستر 308 قامت بتطويرها شركة تصنيع الاسلحات النارية الكورية S&T Motif واتعد S&T Motif K14 بندقية القنص القياسية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا وتعمل البندقية K14 بالترباس الذي يفتح عند زاوية 60 درجة لإعادة التلقيم السريع وقد كانت النماذج الاولية تتمتع بحركة صعبة للترباس وزيناتا ولكن تم تحسين الحركة في نماذج الانتاج من البندقية وتتميز حركة الترباس ببندقية K14 ببعض اوجه التشابه مع البندقية الامريكية وينتشستر مودل 70 ويصنع أخمص البندقية من بوليمر مقوى بالألياف الزجاجية مع وسادة خد قابلة للتعديل ولوحة لمؤخرة البندقية وذلك جنبا إلى جنب مع دعمة أحدية القوائم قابلة للتعديل الطول وقبضة مسدس الإبهام فيصنع الإطار الداخلي للبندقية K14 من المعدن ويدعم واق يدوي هاند كارد ذو أربع اتجاهة السكرة الحددية بيكانتي لتثبيت مستلزمات البندقية عليها وتجهز البندقية K14 أيضا بحامل ثنائي القوائم بايبود ويبلغ طول الصبطانة الثقيلة المخددة 610 ميلي متر مع مخفيف واجن بأربعة شقوق على شكل دوامة ورغم أن كاتم الصوت لم يكن مطلوبا ولكن بالإمكان تركيبه عن طريق إزالة مخفف الوهشة وعادة ما يتم تفضيل النطاقات الأجنبية عالية الجودة مثل لبولد مارك فور وشميت أند بندر بي أم دابل آي فذلك على المشاهد الكورية ويبلغ طول البندقية K14 حوالي 1.15 متر أما وزنها فيصل إلى 5.5 كيلو رام بدون منظار وهو وزن يعتبر صغيرا نسبيا وخفيفا الوزن بالنسبة لطول الصبطانة تتميز البندقية K14 ببيت نهر السيفر قصير يلقم برصاص وينشستر 308 كما هو مطلوب بدقة ولم يتم أنفاق أموال إضافية للسماح بالتحويل المستقبلي المحتمل إلى عيار أكبر مثل وينشستر 300 ماغنوم أو لبرا ماغنوم 338 ويتم تلقيم البندقية بواسطة مخزن قابل للفصل بساعة قياسية تبلغ 5 رصاصات ويتوافر أيضا مخزن ذا ساعة أكبر تبلغ 10 رصاصات وتبلغ دقة البندقية MOA1 إلى 100 ياردا ولها مدى فعال يبلغ 800 متر وتقدم شركة S&T مواتف ميزات جديدة في بندقية كوفورتينا بما في ذلك السكة الجانبية القابلة للفصل ومشاهد البصريات الكورية الصنع والتي ستحل محل بصريات شمات أند بندر بي أم في الإصدارات الحالية المواصفات العامة للـ S&T مواتف كي فورتين بلد المنشأ كوريا الجنوبية طور السلاح بندقية قنصة تاريخ الخدمة 2012 حتى الآن الشركة المصممة والمصنعة S&T مواتف تاريخ التصميم 2011 حتى 2012 تاريخ الإنتاج 2012 حتى الآن الوزن 5.5 كيلوغرام بدون مشهد ومخزن 7 كيلوغرام مع مشهد ومخزن فرغ الطول 1150 ميلي متر طول السبطان 609.6 ميلي متر الدخيرة المستخدمة رصاص وينشستر 308 أهلية التشغيل بيتر باسا المدى الفعال لإطلاق النار 800 متر أهلية التلقيم مخزن قياسي بساعة 5 رصاصات ومن الممكن إضافة مخزن بساعة 10 رصاصات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر